أمنياً كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ومأس إثراء دورية بحث وتمشير بالحدود الجنوبية للقطاع العسكري بأضرار بالناحية العسكرية الثالثة كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين ثقيلين عيار 12.7 مم ومسدس رشاش من نوع تلاشينكوف وثلاث بنادق تكرارية وبندقية من نوع أماس 36 وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف وبندقية صيد وست مصورات لرجمة الصواريخ عيار 123 مم ومصورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 مم وثلاث قذائف صاروخية و12 قذيفة هون عيار 82 مم بالإضافة إلى 1060 طلقة من مختلف العيارات و576 صمامة ومخزن وذخيرة لمسدس رشاش من نوع تلاشينكوف